برضو أنا عايزة أعرف يعني طب إحنا قلنا كورونا كده خلاص متفاقل إنه هو بلاء ليه نزل برضو بالمعنى العامي بتاعنا ليه ناس كده انحرفت عن الدين انحرفت عن الأخلاقياتها لهذا هو السبب اللي نزولها وكيف يرفع حضرتك مش كل الأسباب يعلمها الله للبشر هناك حكم في نزول بعض البلاءات التي يعني يختبر الله سبحانه وتعالى بها يعني إحنا برضو لو قلنا كورونا ابتلاء في جانب لبعض الناس طره نعمة على فكرة عمل حاجات كتير ما حضرتك أي بلاء نعمة دي حاجة الحاجة التانية برضو على أيام سيدنا عمر بن الخطاب نزل أيضا هذا البلاء شبيه ومعني سيدنا عمر يعني الفارق أو الفاروق يفارق ما بين الحق والباطل فكان يعني زمنه كله عدل وحكمة فهل ما هو أنا برضو نوضح للناس مش كل الابتلاءات تكونوا نكمة أي ابتلاء من الله سبحانه وتعالى هو اختبار إن نزل البلاء على مسلم طائع لله يكون له بمثابة اختبار وطمحيص وزيادة ورفع في الدرجات نعم وإن نزل على غير مسلم يكون عقابا من الله سبحانه وتعالى بس إذا نزل البلاء على الكل يبقى فيه حاجة غلط مع الناس كلها طب من وجهة نظرك يا دكتور إيه الحاجات الغلط حضرتك يا دكتور هانا لا يخفى على أحد إن إحنا وصلنا يعني بشبه حراف بحقيقة عن الأخلاق أنا ما عايز أتكلم على كده لا فيه حاجات كتيرة مش موجودة في مجتمعاتنا الإسلامية ولا العربية فيه ظلم كتير فيه فيه فتنه فيه كتير فيه حاجات فيه أكسب بالله لازل لا إله غيره شوارع المسلمين لا ترضي لربا ولا نبيا ولا عقلا سويا إلا من رحم ربي يعني كثير من الناس قد انحرفوا عن الأخلاق وعن المنهج السوية طب